بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم ونواصل شرح قصة شجر الدر طموح جارية ومع الفصل الرابع عقبة في طريق الأمل عقبة في طريق الأمل والعقبة هو المانع أو الحائل يعني من الوصول إلى الشيء تحدثنا في فصل السابق في نهايته وهو فصل بسمة الأمل عن دخول نجم الدين لدمشق سنة 636 وقد استقبله أهل دمشق أحسن استقبال بعد أن كلف نجم الدين القماش بأن يعود إلى مصر ومعه التعليمات إلى الثائرين إلى آخر هذا الفصل الرابع تدور أحداثه حول مجيء عمي نجم الدين عمي مسنة يعني اثنين الأول اسمه مجير الدين والثاني تقي الدين مجيء عمي نجم الدين مجير الدين وتقي الدين إلى دمشق إلى دمشق وحثيهما يدور يعني حول حثوهما نجم الدين أو حثيهما نجم الدين على الإسراع الحث هو ليه الحض طيب لتخليص مصر من فساد العادل عمي نجم الدين جاء إلى مصر لكي يحثوه على أن يسرع إلى مصر لكي ينقذها ويخلصها من فساد العادل وحاشيته فاقتنع بكلامهما وخرج معهما فعلا إلى مصر وفي أثناء طريقه هجم الصالح إسماعيل على دمشق فقرر نجم الدين العودة إليها مرة أخرى إلى دمشق ولما جاءت الأنباء بسيطرة صالح إسماعيل على دمشق صمم مجير الدين وتقي الدين على العودة إليها إلى دمشق وترك نجم الدين ليس معه سوى مماليكه وشجر الدر وهنا لم تجد شجر الدر حلا إلا الاستعانة بداود داود صاحب الكرب كي يخلصهم مما هم فيه هذا هو الملخص سنعرف الأحداث هذه بالتفصيل التفاصيل نجم الدين وشجر الدر يحلمان بدخول مصر وعندما استقر نجم الدين وشجر الدر في دمشق قالت شجر الدر في سرور وهي سعيدة مسرورة تقول له منزل سعيد يا مولاي منزل سعيد يا مولاي هذا المنزل الذي نزلته يعني المكان الذي نزلته وما بعده أسعد بإذن الله بها تتمنى له الأيه أسعدة قال الصالح نجم الدين وهو يسرح بصره يسرح بصره يعني يرسله بعيدا يرسله بعيدا يبه هذا معنى كلمة يسرح بصره وهذا التعبير فيه الأمل يعني كانه يفكر في الأمل الذي ينشده وهو مصر وهو يسرح بصره بعيدا ناحية مصر يقول ولكن كيف الوصول إلى مصر هي تقول وما بعده أسعد هي تقصد الوصول إلى أي مصر فيسألها عن الكيفية عن الكيفية كيف نصل إلى مصر أعاننا القدر ودخلنا دمشق هذا كلامه بغير أن نرفع سيفا أو نريق دما دخلناها بكل سهولة دون أن نريق يعني نسيل الدماء دون حرب أما بعد أما بعد هذا فالطريق شائك هي تقول وما بعده فهو يقول الذي تقصده هذا الذي تقصديه الطريق فيه شائك يعني صعب ولا أدري ما خبئ لنا فيه من سيوف بني أيوب وكمائنهم الكمائن اللي هي الخبايا يعني الكمين هو ما يصنع في الحرب كخدعة وحيلة والمقصود الخبايا وطبعا مفرد الكمين فيقول هم يخبئون لنا يعني لا ندري ما يخبئ لنا من سيوف بني أيوب وأيضا خبث الفرنج وأيضا تدبير سوداء بنت الفقية وكيد أتباعها الموجودين في صفوفنا والخبث هو المكر والدهاء إبا كل هذه الأشياء تنتظرنا في الطريق فلذلك الطريق شائك كله شوك وصعب شجر الدرد تقوي عزيمة نجم الدين قالت وبريق الأمل يلمع في عينيها هذا التعبيد يحب ليه بالتفاؤل والطموح والثقة قالت وبريق الأمل يلمع في عينيها بعزم مولاي تهون الشدائد تهون يعني تسهل وتخفف وبتوفيق الله تزول العقبات وتنهد الرواسي يعني تتحطم وتهدم الرواسي أي الجبال الرواسي الثابتة وليس مع الشجاعة والعزم الصادق صعب بعليك بالشجاعة والعزم الصادق والنية الصادقة ولا مع الإيمان بالحق مستعصن مستعصن يعني أمر صعب علينا أن ندبر نحن علينا التدبير والله الكريم هو الملهم والموفق فالله يرى هذه الأمة ومصابها يعلم ما يحدث فيها من مصائب ويعلم حاجتها في هذه الظروف إلى مولاي هذه البلاد وهذه الأمة تحتاج إلى شخص كنجم الدين تحتاج إليه وسيعينه وسيعينه الله على أن ينتقم من أولئك الغزاة الذين دنسوا الأرض الطاهرة والمحتلين قال نجم الدين كلام جميل يا أم خليل يقصد شجر الدر لأن ابنها خليل يعجبني منك قلبك الثابت ونفسك الوثابة نفسك الوثابة يعني كثيرة النهوض والتطلع والطموح التي لا يعتريها الكلال لا يعتريها الكلال يعني لا يصيبها الضعف ولا الوهم ولا تنال منها الشدائد فأسرعت في نبرات واثقة قائلة نبرة أي الصوت يعني قائلة وكيف لا كيف لا التصف به يعني بهذه الصفات وهي الثبات والطموح وهكذا كيف لا ومولاي نجم الدين الأيوبي هو مصدر قوتي وشجاعتي فهي تمدح وتشجع أنت مصدر قوتي وشجاعتي وأنت من يمنحني العزم والإقدام ويفتح أمامي آفاق الأمل والإقدام الشجاعة والجرأة وأيضا كلمة آفاق الآفاق يعني النواحي أو المراد هنا الطرق طرق الأمل نجم الدين يستقبل عميه مجير الدين وتقي الدين كما كنا في الملخص وفيما هما يتناجيان يعني يتحدثان سرا إذا بالحاجب والحاجب هو الحارس أو البواب إذا بالحاجب يعلن لنجم الدين وصول عمه مجير الدين وعمه تقي الدين من مصر وصلاة من مصر واستئذانهما عليه يعلن استئذانهما عليه فانصرفت شجر الدر وأذن لهما نجم الدين شجر الدر مشت لكي يأذن لهما فدخل عليه عماه لاثنين مجير وتقي ومعهما بعض أمرائي مصر وقضوا بقية الليل يحدثونه عن فرارهم من العادل وعن مصر وما تردت في حمأته وما تردت يعني سقطت والحمأة هي الطين الأسود هي الطين الأسود المنتم ولكن المراد هنا الفساد يعني قد سقطت مصر في الفساد وإلحاح الشعب على أن يمد إليهم نجم الدين يده ويسرع بالقدوم وتخليصهم من شر العادل وحاشيته ونجم الدين يسمع ويفكر في هذا الكلام حتى صاحبه تقي الدين قائلا في حماسة واستعطاف الواجب يدعوك يا مولاي فمتى تلبي داعية متى تلبي يعني متى تستجيب لهذا الواجب ومتى تلبي الواجب وتكون بما عليك من واجب واجب على مولاي أمام الله أن ينهض إلى مصر ويطفئ النار المشتعلة بها قبل أن تحرقها إن مصر قوة هائلة يا مولاي قوة كبيرة إذا ضعفت ضعف الشام معها ضعفت كل بلاد الشام إنها القلب النابض لكل جيوشنا فهل عجل مولاي بالرحيل إليها إلى مصر لكي ينتشلها مما هي فيه ينتشلها يعني ينتزعها وينقذها فهو يريد أن يعجل يعني يسرع بذلك حتى ينقذها من هذا الفساد الذي يعني هي فيه الآن نجم الدين يفكر في الخروج إلى مصر فكر نجم الدين فيما سمع واقتنع به فهو يعرف لماذا اقتنع لأنه يعرف أن مصر قوة عظيمة يستطيع أن يضرب بها الفرنج الضربة القاضية وينهي وأن ينهي قصتهم أو ينهي قصتهم في هذه البلاد قصة هؤلاء له الفرنج الطغاء فهو لا ينسى مآسيهم ولا يغفل عنهم ولا يغيب عن باله أنهم أخذوه رهينة في موقعة دمياط التي نشبت في عهد والتي حدست يعني في عهد والده الملك الكامل حين هاجموا هذا الثغر عام 615 للهجرة 615 هجرية ليدخلوا منه مصر بإذن لا يغيب عن باله ولا يغيب عن فكره أبدا هذه الأحداث عندما أخذوه رهينة وهذه من مآسيهم المآسي هي الحوادث والفواجع أنهم أخذوه رهينة في ذلك الوقت نجم الدين يطلب مساعدة عمه إسماعيل الصالح إسماعيل بإذن هذا عمه أيضا مثل مجير وتقي لذلك أرسل إلى عمه إسماعيل يطلب منه أن يسرع إليه لذلك يعني بعد أن سمع واقتنع بهذا الكلام ليساعده في دخول مصر استعانى بإسماعيل لكي يساعده في دخول مصر ولم ينتظر وصول عمه اللي هو عمه إسماعيل لم ينتظر قدومه فاندفع هو بجيشه مسرعا إلى مصر وظل يتابع المسير حتى بلغ نابلس فاستولى عليها ثم وقف ينتظر هناك وصول عمه إسماعيل مؤامرة خبيثة للجاريتين ورد المناء ونور الصباح ولكن قبل أن يصل كتاب نجم الدين الرسالة التي أرسلها نجم الدين إلى عمه الصالح إسماعيل كان كتاب أو كان الرسالة من ورد المناء ونور الصباح وكما قلنا هذه الرسالة للجاريتين قد بلغ إسماعيل إذن نجم الدين كان أرسل رسالة وورد المناء ونور الصباح أرسلت رسالها أيضا ولكن رسالة ورد المناء ونور الصباح قد وصلت أولا يبلغانه أو تبلغانه اللي هم ورد المناء ونور الصباح يبلغانه فيه في هذا الكتاب باتفاق نجم الدين والجواد الذي اتفقا عليه ويحذرانه أو تحذرانه من خطر ذلك عليه فرد عليهما يحسهما على بث الفرقة بين جنود نجم الدين هذا الرد من عم نجم الدين الصالح إسماعيل ولا سيما من معه من الأيوبيين إلى أن يرى رأيه لحد ما إيه ياخد قرار طبعا ولا سيما يعني بخاصة معناها بخاصة فهو أراد منهما أن يبثوا وينشروا الفرقة بين الجنود ولم تتمهلا الجاريتين يعني لم تتمهلا فقامت على الفور بالاتصال بعميه مجير الدين وتقي الدين الذين يصاحبانه لهم ريح معاه ودار بينهم حديث طويل سخرت فيه ورد المنى منهما من عميه وهزئت من صبرهما على الطاعة لجارية من الجواري هي تقصد شجر الدر تأمر وتنهى وحذرتهما من البقاء مع نجم الدين وخوفتهما بطش شجر الدر إذا تم لها الأمر يعني بتقول لهم إن شجر الدر لو تم لها الأمر والوصول لحكم مصر سوف تبطش البطش هو القوة والانتقام والسطوة مؤكدة لهما أنها تسعى للملك لنفسها لا لابن أخيهما نجم الدين ابن أخيهما يعني تقصد مين اللي هم مجير وتقي وأنها إذا وصلت إلى الملك قضت على الأيوبيين اللي هي شجر الدر صغيرا وكبيرا وبخداع المرأة ودهائها الدهاء هو الخبث والمكر والاحتيال ولباقة ورد المنى انخضع الرجلين إبه هذا كله كان من كلام ورد المنى تحديدا انخضع الرجلين اللي هم مين مجير وتقي تمام وعاون على إشاعة الفرقة بين أتباع نجم الدين من الأيوبيين بعد ذلك هجوم إسماعيل الصالح إسماعيل على دمشق إبه إذا هو انخضع بما فعلته الجاريتين وبينما كان الأمير نجم الدين ينتظر وصول عمه الصالح إسماعيل أقبلت الأنباء إليه بأن إسماعيل هجم على دمشق بجيش ضخم واقتحمها وحاصر قلعتها حاصر القلعة نجم الدين يقرر العودة إلى دمشق قال نجم الدين لعميه ماذا ترياني في هذا الموقف الحرج في هذا الموقف الصعب يعني فأسرع مجير الدين قائلا في عجب ماذا نرى وهل الأمر يحتمل التشاور والأخذ والرد ما فيش وقت أموالنا وأولادنا هناك أن ننتظر حتى ينهب الصالح إسماعيل دمشق ويقبض على أهلنا ويذيقهم الهوان هذا كلامهم وهكذا أجاب تقي الدين بهذا هو كلام مجير الدين أولا ثم قال تقي الدين ماذا أرى أليس من الأفضل أن نعود وكيف نتقدم خطوة واحدة وظهرنا مكشوف أنأمن أن يسرع إسماعيل خلفنا ويحصرنا بين نارين ناره ونار العادل وجيوش مصر فاشتد عجب نجم الدين لهذا التبدل من عميه هم كانوا معاه وموفقينه للوقت انقلبوا فاشتد عجب نجم الدين لهذا التبدل من عميه وكذما غيظه كذما غيظه يعني كتم غضبه ولم يظهره لماذا؟ لأنه تعجب من هذا التبدل والتغير الذي حدث ولم يرى أمام هذه الظروف العصيبة والصعبة إلا أن يوافقهما ما كانش يقدم قرار تاني ويقرر العودة إلى دمشق وسمع كلامه وأسرع بمن معه عائدا حتى بلغ القصير مكان ولم يكن من رأي شجر الدر أن يعود ده كان رأي شجر الدر نوما اسمعش كلامه فقد كانت تفضل التقدم إلى مصر ومن هناك يعرف نجم الدين كيف ينتزع دمشق ويؤدب الصالح إسماعيل ويؤدب جنوده أيضا كان هذا رأي شجر الدر سكوط دمشق في يد إسماعيل وعند القصير عندما بلغوا القصير عند القصير أقبلت الأنباء والأخبار بسقوط قلعة دمشق في يد الصالح إسماعيل سكتت في يده واحتلها فعاد نجم الدين يسأل عميه عما يرياني فيما صنع إسماعيل ويؤكد لهما أنه لا يرى جدوى يعني لا يرى إيه نفعا ولا فائدة من العودة نعود بأن يعمليه خلاص هو إيه سيطر عليها وسكتت في يده وأن خطوة إلى الأمام يعني إلى مصر خير من خطوة إلى الخلف إلى دمشق فأسرع مجير الدين يجيب في صوت ساخر ونترك أهلنا وأمولنا نتقدم إلى هدف مجهول وندع ما في أيدينا ولم يتمهل هو وأخوه وأمر أتباعهما من ومن أغرياه بالعودة بإذن أمر أتباعهما وأمر أيضا من أغرياه بالعودة أغرياه يعني خدعاه بإذن هما قالوا ونحن ندع ما في أيدينا نترك ما في أيدينا بإذن انطلقوا إلى دمشق وتركوا نجم الدين ليس معه سوى المماليك سوى مماليكة أي العبيد والأتباع وامرأته شجر الدر فقط شجر الدر تشد من أزر نجم الدين قال الشجر الدر في غير اكتراث لهذه الحوادث المتلاحقة لا بأس على مولاي كل ما جرى دون عزم مولاي وشجاعته وصبري يعني أقل من ذلك طبعا في غير اكتراث يعني في غير اهتمام لهذه الحوادث المتلاحقة يعني المتتابعة والمتتالية بتقول لا بأس لا خوف على مولاي كل ما جرى كل ما حدث دون عزم المولاي أقل منه وأقل من شجعته هو صبره وما خلق الرجال إلا ليجابه ويواجه الصعاب ويتغلب على الشرائد يبهي تشجعه أيضا دائما وكيف تتصرف اليوم وكيف نتصرف اليوم يا شجر الضر يبه هو يسألها لم نحسب حساب إسماعيل وخبثه وأطماعه ما عملناش حساب كده وتركنا دمشق قبل أن نسوي حسابنا معه وكان الأجدر كان يعني الأفضل والأولى ألا نخرج منها قبل أن نقبض عليه ونسجنه أو نأخذه معنا كان هذا هو رأي شجر الضر أجابت في هدوء وقد كان معنا مجير الدين وتقي الدين وكثير من بني أيوب فهل أغنى شيئا أن كانوا بيننا يعني مش نفعنا في أي شيء من خلفنا يا مولاي عقارب تسعى وأظافر تحفر وأمور تدبر وهذه تجربة ساقها الله إلى مولاي بإذن يظهر الرضا في كلامها الرضا والتسليم لله أنا والأمر ليعلم أنه لا بد من أن ينبذ هؤلاء الحاقدين الذين لا تصفوا قلوبهم ويبحث عن آخرين يحبهم ويحبونه لا تنطوي أفئدتهم على حقد أو تفور بأطماع وتفور يعني تثور وتغلي ليعلم أنه لا بد أن ينبذ ينبذ يعني يترك هؤلاء الحاقدين الذين لا تصفوا قلوبهم طيب بعد ذلك ولا تنطوي أفئدتهم على حقد يعني لا تنطوي طبعا لا تنطوي يعني لا لا تحتوي هذه القلوب وطبع الأفئدة يعني القلوب على الحقد ولا أطمع شجر الدر تقترح على نجم الدين أن ينشئ جيشا من غلمانه ومماليكه تقول له لن ينفعك يا مولاي سوى غلمانك المماليك اللي عندك الذين تنشئهم على طاعتك وتملأ قلوبهم بحبك تأتي بهم صغارا فتكون لهم الأب والأخ والعم وتزيد منهم حتى تصل إلى ما تريد تكون لهم أنت الأب والأخ والعم وتزيد منهم حتى تصل إلى ما تريد يكون جيشك كل بني أيوب يا مولاي طامع في الملك لا حديث لصغيرهم ولا لكبيرهم سوى الحكم والسلطان ينبتون في حمأة الخلاف ينبتون في حمأة الخلاف والحمأة هي الطين الأسود المنتم كما قلنا ولكن المقصود هنا مثلا الشدة بإذن هم ينبتون في حمأة الخلاف هذا هو مكان يعني نباتهم وقوتهم ونشأتهم والتباغد والتحاسد والتباغد هو الكرة والتحاسد فتنمو الفرقة في صدورهم ويشب كل منهم على حقد آبائه يعني يشب يعني يكبر أو ينشأ على حقد آبائه وأطماعهم لا يعرف إلا التخاصم والتنازع والعمل على انتزاع ما كان للآباء والأجداد والإخوة والأعمام دون النظر إلى ماذا؟ إلى القوي القادر الذي يحمل الأعباء وينهض بوزر الحكم الثقيل الوزر يعني الحمل والعبء الحمل والإيه؟ والعبء والجمع أوزار كل واحد منهم يا مولاي يعيش في دوامة الطمع بكل هذا تتحدث عن ماذا؟ عن بني أيوب وعن الأمراء هؤلاء في دوامة الطمع لا يفكر في قدرته واستعداده ولا يعرف ثقل الحمل الذي يوضع على عاتقه إن قيد له أن يحكم إن قيد له أن يحكم يعني إن قدر له أن يحكم حتى الأب له منهم أي ضعيف العقل أي ضعيف العقل حتى الأب له منهم يا مولاي يظن أنه يستطيع يستطيع أن يحمل هذا الحمل السقيل والحكم هز نجم الدين رأسه هذه الفكرة يتحدث عن داود هو الأمل الوحيد في الخروج من هذا المأزق هز نجم الدين رأسه مرات ثم قال معك حق يا شجر الدر وكيف نخرج من مأزق اليوم من هذا الأمر الصعب الشديد تدبير يبيت بليل يبيت بليل يعني يدبر في السر هذا التعبير معناه أن هذا الأمر يدبر فين في السر كما تقولين فما العمل؟ الأمل هي تقول الأمل في جانب واحد يا مولاي في جانب داود صاحب الكرك فرد قائلا عجبا وهل يرجى من داود خير إنه مرة معنا ومرة علينا وكل همه أن يصل إلى ملك الشام الذي كان لأبيه وأنا اليوم أشد خوفا من جانبه أشد خوفا من جانبه يعني خوفي الآن أشد مما سبق فإذا علم بما نحن فيه هاجمنا وانتهى منا قالت مسرعة إنه لن يهاجمنا قالت هذا بكل ثقة ولن يقضي علينا لأن ذلك يقوي عدوه إسماعيل وأرى أنه في حاجة إلينا لنعاونه على أن يأخذ دمشق ألا يرى مولاي أن نبعث إليه ونمنيه بها ونضمه إلينا ونقوي به ونقوي به أو نتقوي به في هذا الموقف ولا إخاله يعني لا أظنه لا أظنه إلا مستجيبا لذلك إذا دعوته وانضم إلينا ووعدناه ببعض الأمور وكان داود في ذلك الوقت في مصر كان يطلب معاونة الملك العادل على بلوغ دمشق وافق نجم الدين على مقترحة شجر الدر وشكر لها رأيها الصائب الصحيح هذا وكتب توا يعني كتب في الحال حالا كتب إلى داود يعيده ويمنيه كما قالت له شجر الدر يعني وعده ببعض الأمور وأنه سينفذ له ما يريد وأسرع الرسول بالرسالة أسرع الرسول بالرسالة هذه لكي يوصلها إليه ينهب الطريق إلى مصر إذن فقد أسرع هذا الرسول ومعه الرسالة وهو ينهب الطريق ويسرع في السير إلى مصر مع تحليل الفصل في سؤال وجواب حدد نجم الدين العقبات التي تمنعه من الوصول إلى حكم مصر ما هذه العقبات؟ أولا حي البني أيوب ومكائدهم خبث الفرنج وتدبير سوداء بنت الفقية وكيد أتباعها الموجودين في صفوف نجم الدين كيف هونت شجر الدر العقبات التي تواجه نجم الدين كيف هونتها أنها أثنت على إيمانه وشجاعته وعزمه الصادق أثنت يعني مدحت وأخبرته بأن الله سيعينه على الانتقام من الغزاة هؤلاء الذين دنسوا الأرض الطاهرة ولوسوها ولطخوها ما صفات شجر الدر التي أعجبت نجم الدين قلبها الثابت ونفسها الوثابة الطموحة التي لا يصيبها الضعف ولا تنال منها الشدائد لماذا أتى اللي هم عمي نجم الدين مجر الدين وتقييد الدين وبعض الأمراء إلى دمشق لماذا أتوا ليخبروا نجم الدين بفرارهم من العادل ومن سوء الحال في مصر وإلحاح الشعب على مساعدة نجم الدين لهم وتخلصهم من شر العادل وحاشيته مصر هي القلب النابض للأمة العربية والإسلامية بيّن من خلال العبارة السابقة دوافع نجم الدين في الإسراء إليها ما الدوافع ما الأسباب أولا مسؤوليته أمام الله في إنقاذ مصر من حكم العادل مصر قوة هائلة إذا ضعفت ضعف الشام معها مصر هي القلب النابض لكل جيوش العرب يعني هي الأساس هي القلب إذا توقف القلب سوف يتوقف باقي الأعضاء ومصر هي القلب بالنسبة لجميع البلاد العربية ما موقف نجم الدين مما سمع من عميه اقتنع بما سمعه فهو يعلم أن مصر قوة عظيمة يستطيع أن يضرب بها الفرنج وينهي قصتهم فتحرك بجيشه سريعا إلى مصر علل يعني لماذا؟ رغبة نجم الدين في الانتقام من الفرنج لماذا؟ لكثرة ما لهم من مآس في البلاد من مصائب ولأنهم أخذوه رهينة في موقعة دمياط التي نشبت وحدثت يعني في عهد والده الملك الكامل سنة 615 هجرية ماذا طلب نجم الدين من عمه إسماعيل؟ طلب أن يسرع إليه ليساعده في دخول مصر إلى أين اتجه نجم الدين بجيشه؟ اتجه إلى مصر حتى وصل إلى نابلس فاستولى عليها لماذا أرسلت ورد المنى ونور الصباح كتابا إلى الصالح إسماعيل؟ ليبلغاه فيه باتفاق نجم الدين والجواد وليحذراه من خطر ذلك عليه بما رد الصالح إسماعيل على كتاب ورد المنى ونور الصباح رد عليهما بكتاب يحثهما فيه ويحضهما على نشر الفرقة والخلاف بين جنود نجم الدين وبخاصة للاسيما من معه مناء الأيوبيين طيب ماذا فعلت قامت بالاتصائب عميه ثميه مجير وتقي الدين ودار بينهم حديث سخرت فيه ورد المنى خصوصا منهما ومن صبرهما كنا هزئت يعني بهما ومن صبرهما على طاعة شجر الدر وخوفتهما من بطشها إذا تم الأمر لأنها تسعى للملك لنفسها ليشجر الدر فانخدع الرجلان يعني تسعى لنفسها وليس لابن أخيهما انخدع الرجلان فعلا بحديثها وعاون على إشاعة الفرقة والخلاف بين أتباع نجم الدين مناء الأيوبيين ما الأنباء التي وصلت لنجم الدين أثناء انتظاره أثناء انتظاره عمه إسماعيل الأنباء والأخبار التي وصلت أن إسماعيل هجم على دمشق واكتحمها وحاصر قلعتها أشار عم نجم الدين بالعودة لدمشق ما المبررات وما الأسباب مجير الدين رأى أن أموالهم وأولادهم في دمشق فلا يجب الانتظار حتى ينهب إسماعيل دمشق ويقبض على أولادهم ويذيقهم الهوان تقي الدين رأى عدم التقدم وظهرهم مكشوف خوفا من ماذا؟ خوفا من أن يحصروا بين نارين نار إسماعيل ونار العادل وجيش مصر لما تعجب نجم الدين بعد سماعه رأي عميه لتبدل وتغير موقفهما من حثهما له على دخول مصر أولا ثم بعد ذلك تراجعهما عن رأيهما طيب ماذا فعله؟ قرر العودة إلى دمشق وأسرع بمن معه عائدا حتى بلغ القصير والقصير هذه بلدة يعني بالشام غير الذي بمصر هل كانت شجر الدر مؤيدة لقرار العودة إلى دمشق؟ لا لم تكن تؤيد هذا القرار حيث كانت تفضل التقدم إلى مصر ومن هناك يعرف نجم الدين كيف يعرف نجم الدين كيف ينتزع دمشق ويؤد بالصالح إسماعيل وجنوده ماذا كان موقف كل من نجم الدين ومجير الدين وتقي الدين من نبأ سقوط دمشق في يد إسماعيل؟ أما نجم الدين رأى أنه لا فائدة من العودة إلى دمشق وأن خطوة إلى الأمام خير من خطوة إلى الخلف مجير الدين وتقي الدين أسرع إلى دمشق ومعهما أتباعهما وترك نجم الدين مع مماليكه ومع زوجته شجر الدر فقط على أي شيء لام نجم الدين نفسه على أنه لم يحسب حساب إسماعيل وخبثه وأطماعه وأنه ترك دمشق قبل أن يسوي حسابه معه وكان الأجدر والأولى أن يقبض عليه ويسجنه أو يأخذه معه مما حذرت شجر الدر نجم الدين حذرته من العقارب التي تسعى وراءهم والأمور التي تدبر لهم في الليل سرا والحاقدين الذين لا تصفوا قلوبهم وضعف أهل أيوب وعدم تحملهم مسؤولية الحكم طيب بما أشارت عليه شجر الدر؟ أشارت عليه بأن يكون جيشا من غلمانه ومماليكه الذين ينشئهم على طاعته ويكون لهم الأب والأخ والعم حتى يصل إلى ما يريد ماذا اقترحت شجر الدر على نجم الدين بعد سقوط دمشق في يد الصالح إسماعيل؟ ماذا اقترحت عليه الاستعانة بداود صاحب الكرك؟ كيف قابل نجم الدين اقترحها هذا؟ تعجب أولا لأن داود لا يرجى منه خير وكل همه هو الوصول لملك الشام ثم وافق على اقتراحها بعدما أخبرته بأن داود لن يهاجمهم وهي واثقة من ذلك لماذا رأت شجر الدر أنه ليس من مصلحة داود أن يهاجمهم؟ بهذا هو التعليل لماذا لن يهاجمهم؟ لأن ذلك يقوي عدوه إسماعيل وهو بحاجة لمساعدة نجم الدين ليأخذ دمشق بدليل أنه ذهب إلى مصر لكي يستنجد يعني إب العادل النفوس الخبيثة لا تفي بالوعد ولا تلتزم بالعهد ما الدليل على ذلك؟ الصالح إسماعيل وعد نجم الدين بمساعدته في دخول مصر ثم أخلف هذا الوعد بعدما وصلته رسالة ورد المنى ونور الصباح وتوجه نحو دمشق واستولى عليها ليحقق أطماعه وأيضا مجير الدين وتقي الدين انخدع بكلام ورد المنى بخاصة ونور الصباح وأسرع إلى دمشق تاركين نجم الدين مع مماليكه ومع زوجته شجر الدر فقط ما الدروس المستفادة من هذا الفصل؟ وجوب مؤازرة الزوجة لزوجها في الأزمات والإيمان بالله ومفتاح النصر وأن مصر هي قوة هائلة لحماية العروبة والإسلام وأيضا الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر في التعامل مع الآخرين بهذا نصل إلى ختام شرح هذا الفصل وهو الفصل الرابع وهو عقبة في طريق الأمل المرة القادمة نلتقي مع حل التدريبات على هذا الفصل الفتر برونة